في فن السياسة تكون الأفضلية لمن يحصل على أكبر قدر من المكاسب بأقل الخسائر أما لدى ساسة العراق الجدد فأولوية المكاسب تكون فوق الجميع حتى وإن أتت بأبدح الخسائر مئات الشهداء وآلاف الجرحى قدمهم العراق في تظاهرات كان شعارها الأول اقتلاع النظام الطائفي الفاسد كثرت التجاذبات وكعادتها رفعت الكتل السياسية لافتة الانتخابات المبكرة لتحاول امتصاص الغضب الشعبي إلا أن تراجع حدة التظاهرات بعد اشتداد وطأة فيروس كورونا دفع الأحزاب للتنصر من جميع وعودها ومن بينها الانتخابات المبكرة ستة أشهر على تصويت البرلمان على قانون الانتخابات المقرر أن تجري وفقا له انتخابات مبكرة إلا أن البرلمان لم يكمل ملحق القانون المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية للمحافظات الأمر الذي عطل تحديد موعد الانتخابات بالإضافة إلى أسباب أخرى على رأسها إرادة شركاء العملية السياسية اللجنة القانونية البرلمانية أكدت غياب الرغبة الحقيقية من قبل كتل السياسية لإجراء الانتخابات ودليل على ذلك عدم حسم قانون الانتخابات فضلا عن عدم استكمال البناء الهيكلي للمفوضية التي لم تعد قادرة على البدء بإجراءات التهيئة للعملية الانتخابية واستكمالا لمسلسل الوعود الزائفة بدأت كرة الاتهامات تلقى في ساحة الحكومة تارة وأخرى في ملعب مجلس النواب مسؤول حكومي اتهم البرلمان بعرقلة تحديد موعد الانتخابات لعدم إكمال القانون والامتناع عن تخصيص الأموال النازمة التي تحتاجها المفوضية في المقابل قال تحالف سائرون إن الجهة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات هي المفوضية بالتنسيق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير أنه اتهم بعض القوى السياسية بتعطيل إقرار ملحق القانون لتأخير الانتخابات نشطون في التظاهرات عبروا من جهتهم عن غضبهم من محاولات البعض تمثيل التظاهرات بعد حصولهم على مناصب حكومية مؤكدين أن المتظاهرين لا يعولون على الحكومة أو البرلمان في تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الانتخابات المبكرة ولا حل إلا باستئناف التظاهرات بعد انتهاء أزمة كورونا لتنتهي بها أزمات العراق بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية